اشتركوا في القناة او شغل السياغة شغلنا بيعتمد بدرجة كبيرة جدا على ان انا ازاي اعرف ارسم الاول واعرف ان انا ازبط ابعادي واعرف اخد قياساتي ومقاساتي كواس جدا عشان اقدر انفذ الشغل ده سواء في شغل السياغة او في شغل المعادن الزخرفية او شغل المعادن بصفة عامة تخصصي بصورة كبيرة بيتكلم على ازاي اقدر اعمل منتج معدني منتج معدني في الغالب بيكون للدكور او للسياحة زي مثلا ازاي اعمل اباجورة مكتب مصنوعة من النحاس ازاي اقدر ان انا اعمل مثلا فانوس ازاي اقدر ان انا اعمل اي منتج من المنتجات السياحية كذلك ممكن اعمل شغل السياغة فلازم اعرف كويس جدا ابعادي هتكون ازاي او المقاسات اللي انا هقدر اطبقها على شكل المنتج هتكون بمواصفات ايه طبعا محتاج لدقة كبيرة جدا في عملية الرسم فهنبدأ النهاردة ان شاء الله هنتعرف على عملية الرسم وازاي ان انا استخدم انواع الخطوط المختلفة وازاي احدد للصانع او للطالب او اللي الفني اللي هيقوم بعملية التنفيذ داخل الورشة ازاي ان هو يقدر يترجم كلام او الرسم اللي انا عملهوله في صورة خطوط باشكال مختلفة الى منتج او مسطح يقدر ان هو يقوم بعملية ايه تنفيذه طب جميل جدا اول حاجة لازم اعرفك عليها ايه هي انواع الخطوط المستخدمة عشان استخدم انواع الخطوط بقول ان انا عندي اول نوع من انواع الخطوط هو الخط اللي انا هرسمه قدامي ده دلوقتي اهو الخط ده خط مستمر خط مستمر درجة لون ودرجة لون وحدة سبتة لو انا رسمت الخط ده بالشكل ده اهو بص بقى بص برغم ان انا ماشي على المصطرة الا ان الخط في عيوب جزء منه مستمر جزء منه رفع نتيجة ان انا حركت القلم يمين او شمال جزء تاني بدرجة لون بهتان يعني لو شغال بقلم رصاص لازم درجة اللون بتاعتي اللي انا بستخدمها تبقى من اول خط الاخر خط بدرجة لون واحدة يعني بمعنى اصح تاني لو انا هشتغل بقلم رفيع اهو ما ينفعش استخدم القلم كده واخفي ايدي هنا وارجع التك تاني درجة اللون الخفيفة اللي قدامي دي درجة اللون في النص في المتوسط دي او في المكان ده ده يعتبر عيف الرسم بالرغم ان انا رسم خط مستقيم فقط لغير يبقى الخط المستقيم ده خط بيعبرلي عن رسم الشكل الحقيقي للمنتج الخط المستقيم خط بيعبرلي عن الشكل الحقيقي للمنتج يبقى انا مغير الشكل للمنتج خالص يبقى انا اشتغل الخط بتاعي او الخط المستقيم خط من بدايته لنهايته بدرجة لون واحدة ده الخط اللي العامل أو الفني أو الطالب هيقوم بعملية التنفيذ عليه يبقى أنا عرفت أول نوع من أنواع الخطوط هو الخط المستقيم التقيل خط بدرجة لون واحد ماشي من بدايته حتى نهايته جميل جدا طيب لو هتكلم عن نوع تاني من أنواع الخطوط هقول إيه هقول لأنا عندي نوع تاني من أنواع الخطوط أهو بص بقى معايا كده الخط التاني ده باره عن إيه قال لي عباره عن خط أدي خط وبعدين نقطة وبعدين خط تاني وبعدين نقطة وبعد يه خط تاق وهكذا خط شرطة ونقطة ده اسمه خط ايه قال لي ده خط محور يبقى خط المحور هو الخط اللي بيقسم للرسمة الى قسمين اللي بيعمل لي خط التماسل بتاع المنتج يعني ده لو منتج معدني المنتج اللي قدامي ده لو منتج معدني خط النص هيبقى فين قال لي خط النص هيبقى في المنتصف تماما كده عبارة عن خط شرطة ونقطة شرطة ونقطة يبقى خط التنصيف او خط التماسل او خط المحور عبارة عن خط شرطة ونقطة حلو قوي عرفنا كده طيب الخط الخارجي ده لما اجي ارسمه والخط التاني لما اجي ارسمه والمستطيل اللي قدام عيني كده تماما زي ما انا شايفه ده عبارة عن ايه قال لي ده خط حقيقي اسود مستمر طيب تجي تشوف عيب كده هرسمه هوريك عيب كده من العيوب وتعرف تميز ما بين العيوب اللي انت عارفها طيب لو انا رسمت كده بالشكل اللي قدامي اهو رسمت كده وجد في النهاية هنا وموصلتش الخط بتاعي بشكل سليم قمت جاي موصل كده بص العيب اللي ظهر عندي بص برغم ان انا اعمل خط مستمر او خط مستمر بالشكل ده زي ما انا شايفه سمك الخط هنا مش نفس سمك الخط في الاتجاه التاني تخنت الخط مش متساوية زقدي الحتة دي كمان خلي بالك من الحتة دي الجزء ده عدم اتصال الخط او نهاية الخط مع بعضه ده عب من العيوب اللي في الرسم اللي بنقص عليها برغم ان انا رسم خطينا هم درجة لون الخط الاولاني مختلفة درجة لون الخط اللي انا رسمته التاني مختلفة اتقل من الاولاني وادخن في السمك لأ انا لازم احافظ على درجة تخانات الخطوط يبقى انا عالفت نوعين من انواع الخطوط النوع الاولاني عبارة عن ايه قال النوع الاولاني عبارة عن خط حقيقي خط اسود من أول والآخر وبدرجة لون وحدة الخط ده اسمه الخط الحقيقي اللي برسمه بدرجة لون وحدة نهاية الخطوط واتصالها لازم يكون سليم كويس جدا تاني نوع من أنواع الخطوط عرفتوا دلوقتي هو إيه؟ قال لي الخط بتاع المحور شكله إيه؟ أنا عايز أسمعك لا ركز معايا خط النص الخط اللي هو بتاع التماسل اللي بيمر في المنتصف ده خط عبارة عن شرطة كبيرة ونقطة شرطة ونقطة يبقى خط المحور من غير مكتب ومن غير مكلم الرسم لغة ترسم أو برسمها بقراها من غير مكتب كلام أي حد متخصص في الرسم هيبص على اللوحة هيفهم اللي مرسوم من غير لغة كتابة تمام؟ يبقى عرفت نوعين من أنواع الخطوط اللي موجودين عندي كده تالت نوع من أنواع الخطوط المهم جدا لازم نعرفه اللي هو إيه؟ قال لي خط التاني إيه خط التاني ده؟ قال لي شرطة وبعدها نقطتين وبعدها شرطة وبعدها نقطتين يبقى خط التاني ده كده اسمه خط تاني يبقى خط الثاني ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن شرطة نقطتين شرطة نقطتين أي عامل هيبدأ يشوف الخط ده أو أي طالب هيشوف الخط ده هيبقى عارف أن المنتج اللي قدامي ده عايز يتني على الخطوط اللي موجودة هبينها لك على الجهاز أكتر هلأ الخطوط هنا خط التاني يعني هنا العامل هيقوم بعملية إيه؟ التاني في المكان ده يبقى أنا كده عارفت كويس جدا أن أنا عندي مجموعة من الخطوط الأساسية في منها كتير آه في منها كتير في خط مستمر خفيف ده الخط المساعد طب جميل حلو قوي أنا عايزك تعرف الأربعة دولة بس مؤقتا دلوقتي الخط الأسود المستمر الخط الأسود المستمر عبارة عن إيه؟ اللي ده الخط الحقيقي اللي بيحدد لي حدود الرسم الخط الشرطة ونقطة ده خط المحور أو خط التنصيف أو اسمه خط التماسل جميل الخط المستمر اللي خفيف اللي درجة لونه خفيفة جدا ده الخط المساعد اللي بيساعدني إن أنا أوصل لشكل التصميم أو لشكل الرسمة وإسقاط المستويات اللي موجودة عندي جميل الخط شرطة نقطتين ده الخط اللي بيعبر عن مكان التاني أو المكان اللي أنا هقوم بيه بعملية التاني عرفت المصطلحات الأساسية؟ لما شوف أي لوحة هقدر دلوقتي عبر عنها وأعرف إيه الخطوط وإيه اللي مرسوم وترجمه الكلام وأقدر أطبقه؟ طيب جميل تعالوا نشوف كده مع بعض على الشاشة عندي مجموعة من الحاجات أو مجموعة من المصطلحات اللي هبدأ أستخدمها بيقول لي النهاردة هنتكلم على رسم الفني ورسم الهندسي بيقول لي تعالوا نشوف كده المساقط والإفرادات لمجموعة من الأشكال عشان أوصل لمنتج زي اللي مرسوم قدامي ده قد المنتج منفس حقيقي أهو ودي التصميم مرسوم باستخدام الرسم الفني أو باستخدام عمليات الرسم الصناعي مع استخدام الرسم الهندسي قدر إن هو يرسم المسقط الرأسي مرسوم تحته ودي اللوحة موضحة التفاصيل بالزبط إزاي قدر يرسم المنتج ده في البداية تحت بالألم الرصاص وقدر طبقا للأبعاد والقياسات قدر ينفزه في سورة قبليك حائط أو منتج منفس زي ما احنا شايفين شكله جميل هنا بقى بيوريني برضو إزاي أعمل تصميم باستخدام الألم العادي واستخدام المنتج هو قد المنتج اللي قدامي موجود قدامي شكل من الفضة قادي شكل المنتج في المسقط الرأسي قادي شكل اليد اللي هي بتاعت الكباية أو المج بتاعي اللي مصنوع من الفضة قادي شكل المنتج بمواصفاته قادي شكل الزراع في المسقط الجانبي يبقى الثلاث مصاقط اللي موجودين عندي في اللوحة هيبينولي كل التفاصيل اللي كانت موجودة زي ما بيوضح لي هنا وبين بيبينولي كل التفاصيل اللي أنا محتاج أعملها وأعرفها كويس جداً لما أقوم بعملية التنفيذ قبل ما أخش في الرسم هتكلم على العمليات الهندسية البسيطة العمليات الهندسية البسيطة يعني الحاجات اللي ممكن أحتاجها في الترمي التاني الحاجات دي ممكن تكون مرت عليها في الترمي الأولاني أو في الفصل الدراسي الأول لكن أنا محتاجها ومستمر حتى نهاية آخر مرحلة في سنة ثالثة كمان محتاج أن أنا أعرف العمليات دي واحتاجها وهستمر في عملية الرسم بيها أول العمليات الهندسية اللي موجودة عندي قال لي زاوية حدة مقدارها 30 عايز يعمل عملية تنصيف لزاوية حدة قال لي زاوية حدة قياسها أو مقدارها 30 درجة المطلوب تنصيفها إلى قسمين أساسيين زي ما أنا شايف كده قدامي هقوم بعملية الرسم بمجموعة من الخطوات لو أنت معاك أدواتك دلوقتي حاول أن أنت تبدأ تقلدني حتى لو فريهند بإيدك بس عشان يبقى عندي ذاكرة أقدر من خلالها أقوم بعملية الرسم طيب واحد رسم الخط بتاع الرسم الأولاني زي ما أنا شايفه ده أول ضلع من أضلاع الزاوية خط مستقيم لو إداني طول الخط المستقيم ده قال لي مثلا 10 سنتي بقيسه بالمصطراء بعشرة سنتي الخط ده وضع أفقي تماما جميل ملاحظ حاجة؟ ملاحظ أن الخط ده كله بدرجة لون وحدة ولا في حتة خفيفة أو حتة تقيلة؟ لا كله درجة لون وحدة طبعا ده تعتبر ميزة من مميزات الرسم الجيد رسمت الزاوية 30 طبعا باستخدام المنقلة ممكن ممكن باستخدام البرجل ممكن باستخدام المسلس 30 درجة عملت الزاوية المطلوبة 30 درجة اللي تقابلت في الرأس اللي أنا بشاور عليه في المكان اللي قدام طيب الخطوة الثالثة هعمل إيه؟ قال لي بقى بص معايا هتقف عند السهم اللي أنا بشاور عليه ده بسن البرجل يبقى بسن البرجل هقف رأس الزاوية في النقطة اللي السهم شاور عليها جميل هفتح البرجل فتحة مناسبة ايه دي الفتحة المناسبة اللي انا اخترتها بعد ما ركزت في رأس الزاوية رسمت قوس في المكان ده بفتحة من اختياري مناسبة لحجم الزاوية اللي انا رسمتها جميل طيب الخط واللي بعد كده قال لي شايف السمي بشاور على ايه نقطة تقاطع القوس اللي انت عملته مع الخط الافقي اللي موجود قدامك في النقطة دي كده بالزبط هقف بالبرجل طيب الفتحة بتاعتي قد ايه قال لي فتحة اكبر من نص طول القوس او التاني الفتحة اللي انا استخدمتها من اول هنا ركزت في النقطة دي فتحة اكبر من طول نص القوس وخدت قوس في المكان ده اهو يبقى انا كده ركزت في النقطة اللي انا النقطة التانية او السهم التاني اللي انا شاورت عليه فتحة اكبر من نص طول القوس خدت قوس في المكان ده هطلقها في فوق في النقطة التانية اهي ادي السهم يشاور لي عليها في المكان ده بنفس فتحة البرجل اللي انت استخدمتها او على البرجل يقفل او يفتح بنفس المقاس بالزبط ونفس فتحة البرجل هقف في النقطة التانية اللي انا بشاور عليها باستخدام الموسة هي وابدى ارسم قوس يتقاطع مع القوس الاول اللي لونه احمر ده اهو بدأوا يتقاطعوا الاتنين في نقطة التنصيف او نقطة التقاطع بالشكل اللي واضح قداني كل اللي عليها دلوقتي يعملوا مجرد هوصل رأس الزاوية بنقطة التنصيف اللي موجودة عندي بالشكل اللي انا شايفه يبقى انا عرفت دلوقتي ازاي اقوم بعملية تنصيف زاوية حدة يبقى الزاوية الحدة عشان انصفها هقوم بمجموعة من الخطوات السريعة انا اقولك عليها تاني قال لي واحد رسمت قطع مستقيمة اتنين رسمت الزاوية المعلومة تلاتة ركزت في رأس الزاوية بالشكل اللي انا شايفه ده تمام رسمت قوس بفتحة ادي ايه لانا مستمعك ركز معايا فتحت البرجل دي تفتحة مناسبة طيب الخطوة اللي بعد كده قال لي اركس في النقطة دي الخطوة اللي بعديها اركس في النقطة التانية بالقوس اللي فتحته تساوي اكبر من نص طول القوس الاحمر اللي انت رسمته الاولاني اعمل قوس واركس في النقطة اللي فوق نفس الكلام اعمل قوس تاني يتقاطع الاتنين في نقطة تنصيف وصل باستخدام الألم خط اسود او خط تقيل مستمر نصفت الزاوية الحد يبقى أنا عرفت كده أول عملية هحتاجها معايا لحد سنة ثالثة هي طريق التنصيف الزاوية الحد جميل نشوف بعد كده العملية اللي بعديها قال لي أنت عندك زاوية قيمة بتحتاجها في رسمك زاوية قيمة بتاع الضلع مستطيل أو ضلع مربع الزاوية القيمة أنا عايزك تقسمها لي إلى قسمين هيبقى نفس العملية اللي فاتت مع اختلاف الزاوية طيب عايزك تقسمها لي إلى ثلاث أقسام متساوية عايز اقسم الزاوية الى 3 اقسام باستخدام البرجل تعالوا نشوف كده مع بعض الخطوات قال لي طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبص مع بعض معك ادوتك ركز معايا جميل اول واحدة اول خطوة رسمت القطعة المستقيمة بتاعتي اللي هي طول ضلع الزاوية لو معلوم برضو هترسمه بالمصطرة بالمقاس اللي هو قالك عليه طيب تاني خطوة بعد بسم الله الرحمن الرحيم رسمت الزاوية القايمة بتاعتي زاوية مقدارها 90 درجة انت حر في رسمها ممكن ترسمها بطريقة اقامة عمود جميل ممكن ترسمها باستخدام المصطرة حرف تي والمسلس القائم برضو طريقة تانية ممكن باستخدام المنقلة ارسم الزاوية القايمة اللي هو قال لي عليها طيب الخطوة اللي بعد كده قال لي تعالى في رأس الزاوية هو شاورلك عليها في رأس الزاوية النقطة دي وافتح البرجة الفتحة قد ايه الفتحة دي يا مصطر قال لي فتحة مناسبة افتح البرجل فتحة مناسبة وارسم قوس جميل الخطوة اللي بعد كده نفس الكلام هركز هنا مرة وهركز هنا مرة بفتحة بتساوي اكبر من نص طول القوس فتحة اكبر من نص طول القوس بالبرجل اهو يبقى اول حاجة ركزت في النقطة اللي انا شاورت عليها دي فتحت البرجل اكبر من نص طول القوس بالنظر تمام وقم تعامل القوس بالشكل ده وبعدين ركزت في النقطة التانية شاورلك عليها بالسهم اهو بنفس الفتحة هو على البرجل يقفل أو يزق أو يفتح معايا يتغير أبعاده البرجل بنفس الأطوال ابدأ ارسم بنفس الفتحة القوس قادي إيه خط تاني يبقى أنا عملت إيه لا بقى تعالى خليك معايا لو أنا هعمل عملية التنصيف أنا هركز بفتحة أكبر من نص القوس واخد قوس كده وقوس كده كده عملت عملية التنصيف طب أنا عايز أقسم الدايرة دي إلى الثلاث أقسام هتعمل إيه قلي بقى بص معايا فتحة البرجل اللي هتستخدمها هي تساوي طول القوس اللي انت عملته لا يا مصر انت لغبطيني أقولك تاني انت عندك طريقتين للزاوية القايمة الطريقة الأولى بتقولك لو عندك زاوية قايمة وعايز تقسمها نصين هي القايمة كام؟ قالي القايمة مقدارها أصلاً مقدارها تسعين درجة جميل لو انت عايز تنصفها ماي خمسة واربعين تقسم للزاوية إلى قسمين لا أنا عايز أقسمها هندسيا طب هتقسمها هندسيا إزاي؟ قال لي تعالى الزاوية القايمة بالشكل ده ارسم القوس وافتح البرجل فتحة أكبر من نص المسافة جميل جداً وبعدين قال لي اركز في النقطة الأولانية أخد قوس ونقطة التانية أخد قوس زي العملية بتاعة الزاوية الحد حلو قوي طيب هنا أنا عايز أقسم الدايرة أو أقسم القوس اللي أنا عملته جوه الزاوية القايمة عايز أقسمه ثلاث أقسام هعمل إيه؟ قال لي بنفس الفتحة اللي انت خدت بيها القوس بتاعك هي نفس الفتحة اركز في النقطة اللي تحت خد قوس اركز في النقطة اللي الفوق خد قوس وبعدين وصل التقسيم لأ أنا كده توهد طب تعالى بص معايا على الشاشة تاني يبقى أنا فتحت البرجل بتاعي فتحة بتسوي قد إيه؟ قال لي من رأس الزاوية اللي عندك لحد هنا نفس الفتحة ما تغيرش أبعدها هي هي اركز في النقطة للسهم بيشاور عليها دي النقطة للسهم بيشاور عليها أهيه هوضحها لك تاني قادي السهم شاور على النقطة دي جميل وافتح البرجل الفتحة بتسوي المسافة دي المسافة اللي هي عملت بيها القوس وبعدين لما ركزت هنا خدت قوس في المكان ده وبعدين تعالى اركز في الحتة اللي أنا بشاور عليها دي أهيه قادي السهم شاور عليها تحديدا بنفس طول الفتحة اللي هي بتسوي الحتة دي يعني هي هي المسافة دي وارسم قوس اهو قطع القوس الأولان اللي أحمر ده في نقطتين ادي نقطة ودي نقطة تانية كل اللي عليها دلوقت إن أنا من مركز الزاوية أو من رأس الزاوية وصل القطعة المستقيمة تعالى الناحية التانية وصل القطعة المستقيمة يبقى أنا كده قسمت الزاوية القيمة إلى 3 أقسام قادي قسم قادي القسم التاني قادي القسم التالت باستخدام فتحة برجل بتساوي القوس اللي أنا رسمت بيه الأصلي فتحت البرجل ركزت هنا جبل القوس اللي فوق ركزت هنا جبل القوس اللي تحت جميل جدا وصل طيب إيه الحقيقة مصطر وإيه المختفي قال للأصفر اللي مرسوم قدامك ده حقيقي وتقيل خط مستمر بدرجة لون واحدة جميل طيب إيه المختفي أو إيه المساعد قالي المساعد الخط الأحمر ده الخط الأحمر ده لو انا بصيت عليه على بعد 10 سنتي 15 سنتي اشوفه اول مبعد عن اللوحة المفروض ان انا اشوفه خفيف جدا لانه خط مساعد يبقى استخدمت انواع الخطوط اللي انا قلت عليها الخط المستمر بدرجة لون واحدة ده الخط الحقيقي الخط التاني الخط الخفيف او اللحمر ده ده الخط المساعد اللي انا استخدمته في عملية الرسم جميل طب تعالوا مشوف كده هنعمل ايه هنا قال لي عندك ديرة كترها 10 سنتي انا عندي ديرة كترها 10 سنتي وعايز احمل عملية تقسيمي للديرة اللي موجودة عندي عايز اقسمها ايه قال لي قسمها اربعة طيب اربعة ما انت كتب تمانية يا مستر انا عايز اقسمها اربعة عادي خالص ده اي حد حتى لو في اعدادي هيعرف اقسم الديرة الى اربع اقسام ازاي قال لي ديرة وصل الخط بتاع القطر الاولاني والخط الافق بتاع القطر التاني تقسمت اربع اقسام طيب انا كطالب فني صناعي انا عايزك تقسمها لي 8 اقسام لاني هتحتاج التقسيم ده في العمليات الهندسية اللي هتستخدمها طب هعمل ايه قال لي هتمشي معايا بالخطوات واحدة واحدة هتعرف تقسم الديرة الى 8 اقسام لازم يكون 8 اقسام متساوية عايزك تركز معايا وانا شغال تعرف لي الخط المساعد شكله ايه هقول لك هنا ده مساعد ولا حقيقي الخط الحقيقي درجة لونه ايه حقيقي هنا في المكان ده هحبر ايه واسيب ايه طب تعالوا نشوف كده مع بعض يبقى الديرة الدهني اول معطى الديرة كطرها 10 سنتي عايز يقسمها الى 8 اقسام متساوية الديرة كطرها 10 سنتي يعني هفتح البرجة البتاعي كام قال لي هفتح البرجة الخمسة سنتي جميل رسمت ديرة كطرها 10 سنتي الديرة دي معلومة يعني حقيقية يعني معطيات يعني رسمتها تقيلة بدرجة لون واحدة او في حتة خفيفة وحتة تقيلة بنقص على رسمة الديرة دي بالرغم انها مجرد رسم ديرة بالبرجة يبقى انا محتاج لمهارة الرسم والمحافظة على الوان الخطوط طيب تاني خطوة هتعمل ايه قال لي تعالى وصل الكطر الكطر عبارة عن ايه قال لي خط مستقيم بيمر بمركز الديرة يبقى دا القطر الاولاني وبعدين احمل الكطر التاني عمودي عليه تماما يبقى الكطر التاني ممكن بالمصطرة حرف تي ممكن بعملية التنصيف ممكن باسقط عمود كل دا ممكن يعمل لي الكطرين كده قسمت الدايرة واحد اتنين تلاتة اربعة طب انا عايز اقسم الدايرة كمان كل ربع من دولة قسموا خصمين قال لي تعالى بقى شايف انا بشاور على ايه نقطة الرسم الاولى ممكن اقف هنا ممكن اقف اي نقطة في الاول بس انا بقولك هبدأ من هنا جميل طب وبعدين قال لي افتح البرجة الفتحة مناسبة الفتحة دي بتكون اكبر من نص القوس اللي قدامي ده فتحت البرجة الفتحة مناسبة وخدت قوس اللحمر ده يبقى ده خط مساعد اللحمر خط مساعد خط خفيف مستمر جميل اركز في النقطة التانية اللي انا شاورت عليها دي اهي الاقصادها تماما ممكن اقف هنا يا مستر اه ممكن انصف دي او انصف اي ربع منها هقرر نفس العملية على كل ربع من الارباع اللي موجود قدامي يبقى انا واحد ده ركزت في النقطة الاولانية دي بفتحة برجل قد ايه انا عايزك تقول لي قد قال لي اكبر من نص القوس اللي قدامي ده طب جميل طب وبعدين ركزت هنا بنفس الفتحة اوعد غير البرجل تمام وخد قوس تانية تقاطع مع القوس الاولاني في نقطة زي ما انا شايف كده تقاطعوا الاتنين مع بعض في نقطة واحدة جميل كل اللي عليها هجيب المسطرة من مركز الدايرة من سنتر الدايرة وصل خط مستقيم تقيل يبقى انا كده قسمت الربع الاولاني كم قسم مين هكرر نفس العملية هنا وهنا وهنا يبقى انا كده قسمت الدايرة بتاعتي كم قسم اللي 8 اقسم تعال انا عد كده قدي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة قدي التماني يبقى انا بدأت من مسلس من السهمة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اولا عندي اقول لك الحاجة تانية ما انت عندك اهل ربع اتنين فاربع تربع اتنين فاربع بتمانية يبقى السمت الدايرة الى ثمان اقسام متساوي العملية دي مهمة جدا هحتاجها في عمليات الرسم والتصميم جميل يبقى تاني سريعا اهي رسمت الدايرة بالقطر المطلوب وقفت عند نقطة الاولانية جميل اهي فتحة برجة المناسبة اكبر من نص القوس اللي موجود عندي خدت قوس خفيفة اهو خدت مستمر خفيف نفس فتحة البرجة اللي هي هي تقاطعه الاثنين في نقطة وصلت من مركز الدايرة حتى نقطة التقاطع اللي موجودة عندي جميل كده عرفت ان انا انصف الزاوية او الزاوية القايمة تعتبر زاوية قايمة هي نصفتها او ربع الدايرة قسمت نصين قرر نفس العملية هنا قرر نفس العملية على كل ربع من الاربع اللي موجودة قسم للدايرة الى ثمان اقسام متساوي طيب من الحاجات اللي احتاجها معايا في الرسم كمان هي طريقة رسم المسدس لان الحاجات دي مستمرة معايا لحد سنة تالتة لحد الدبلوم بحتاجها في عملية التفصيل بحتاجها في الرسم بحتاجها داخل اقسامي او داخل ورشي او داخل المعامل عشان اعمل افراد للمنتج وقوم بعملية التشكيل طريقة رسم المسدس المسدس من الاشكال اللي تتكرر معايا في الرسم هرسم المسدس ازاي؟ قال انت ممكن ترسم المسدس باستخدام الطريقة العامة دي طريقة هندسية ممكن ترسم المسدس بمعلومية طول الضلع ترسم دايرة وتقسمه طب تعالوا نشوف كده مع بعض الطريقة اللي هي أكتر طريقة هستخدمها معايا تعالوا نبص كده مع بعض قال لي أول حاجة عشان أرسم المسدس أنا محتاج أرسم قطرين أو أرسم دايرة أو أرسم القطرين اللي موجودين عندي آدي الدايرة اللي ترسمت قدامي وإدي الأقطار اللي هي حددها لي قال لي الدايرة قطرها 10 سنتي لو قال لي الكطر 10 سنتي يبقى طول الضلع بتاعي خمسة طب لو قال لي في المسدسة اهو هنا كده قال لي انا عايز المسدس بتاعي طول ضلع واربعة سنتي يبقى انت هتفتح البرجل بطول الضلع فتحة البرجل تساوي طول الضلع اللي هو اربعة سنتي يعني الدايرة هتبقى تمانية سنتي طب تعالوا نشوفها تاني كده ادي القطرين اللي انا هرسم عليهم رسمت الدايرة اللي هي قطرها اه تمانية سنتي فاتحت البرجة الاربعة من هنا الهين اربعة سنتي رسمت دايرة خفيفة اللحمر اللي انا رسمته سواء قطرين سواء دايرة ده خط مساعد لازم يكون خفيف ودرجة لون ودرجة لون واحدة طيب هتعمل ايه قال لي بنص القطر اللي انت رسمت بيه تاني بنص القطر اللي انا رسمت بيه جميل اه في النقطة الاولانية اللي انا حددتها لك دي وخد قوس فوق يقطع الدايرة هنا انت ركس ونفس المكان خد قوس تاني يقطع الدايرة تحت في المكان اللي قدامك ده طيب هعمل ايه تاني قال لي تعالى النحية التانية في القطر شورت لك عليه وبين كويس جدا نفس فتحة البرجة قد ايه لانا مسامعك انت سرحت فتحة البرجة لتساوي نص القطر المعلوم طيب جميل اركز هنا بنفس فتحة البرجة اللي اشتغلت بيها نحية اليمين جميل جدا وخد قوس فوق اهو وانت واقف في نفس المكان خد قوس تحت حلو قوي تعالوا نوصل المسدس ادي ضلع اتنين تلاتة اربعة خمسة ودي السدس طيب تعالوا نشوف المسدس بتاعي تم توصيله رسمت المسدس لاحزت حاجة المسدس درجة لونه تقيلة ودرجة لونه تقيلة ادخن من الالم اللي استخدمته خط مساعد يبقى الخط الحقيقي اللي موجود عندي عبارة عن الخط الابيض اللي انا رسمته ده الخط الابيض ده هو ده الحقيقي اللي انا عايزه من العملية الهندسية انا سامعك بتقول لي تاني يا مصدر انا صلحت منك اقول لك عليها تاني مفيش مشكلة ادي الدايرة اللي انا رسمتها الدايرة دي نص قطرها يساوي طول دلع المسدس جميل نفس نص القطر اللي انت رسمت به ادي نقطة الرسم الاولى تمام ركزت فيها بفتحة بتساوي نص القطر خدت القوس اللي فوق ده وانت واقف في نفس المكان خد القوس اللي تحت جميل روح الناحية التانية في المكان ده بنفس فتحة البرجل قد ايه لا ركز ايوا سامعك نص القطر المعلوم اللي بتسوي طول الضلة جميل جدا هاخد قوس فوق هنا اهو واخد قوس تاني تحت يبقى تحرك بالبرجل مرة فوق ومرة تحت وصل ما بين خطوط التنصيف مرة استخدم عند السهم هنا للخط التقاطع او القوس مع التقاطع والقوس ده رسم لي قادي المسدس المنتظم اطوال اضلاع ومتساوية هحتاجوا ده في الرسم هحتاجوا كتير جدا في عمليات الرسم المختلفة هنا بيوريني بعض العمليات اللي انا مش هشرحها لكن انا عايزك تراجعها لاني خدتها في الترمي الأولاني عايزك تراجع طريقة رسم المربع ازاي ترسم المربع بطريقة هندسية وازاي ترسم المسدس او المسلس المسلس الأولاني اللي قدامي ده بمعلومية طول الضلع اه دي العمليات دي كلها موجودة عندك في الكتاب انا عشان ما ضيعش وقتي هتكلم عنها هفكرك بس بيها بشكل عام يبقى عشان ارسم مربع انا بقيم عمود في النقطة الأولانية دي واطلع بالطول المعلوم اللي هو طول القاعدة اللي موجودة تمام وبعدين هركز هنا اخد كوس اركز هنا اخد كوس طول الضلع المعلوم رسمت المربع طب جميل المسلس بركز بالفتحة بالفتحة اللي هي بتمسلت والضلع دي هاخد كوس كده واركز الناحية دي اخد كوس كده عملي المسلس جميل كذلك المخمس اللي موجود عندي يبقى هنا طريقة رسم المربع او المسلس جميل الناحية التانية طريقة رسم المخمس وليها خطوات كتير جدا وشرحناها قبل كده اكتر من مرة طيب ايه تاني من المهم الحاجة اللي لازم اعرفها قال للمسدس وانا شرحته بالتفصيل يمكن ما بستخدموش كتير للمسبع لكن لازم اعرفه لان بعض الاحيان بحتاجه في بعض الرسومات وخاصة الرسومات الهندسية الاسلامية هنا رسم شكل المتمن برضو اطوال اضلاعه بطريقة هندسية اه معينة ليه اكتر من طريقة في الرسم كذلك الشكل اللي هو ذو العشر اضلاع برضو ليه طريقة هندسية انت عرفتها في الترمي الاولاني لكن انا بفكرك بشكلها عشان بعض الطلبة في الصف الاولاني كتير او كتير من الطلبة بيبقى متلغبط ما بين اسامي المنتجات الهندسية يعني مش عارف ده ايه ده ايه مخمس مسدس مسبع طب ايه الحقيقة ايه المختفي فانا بأكد عليه مرة تانية عشان اقدر اخش على العمليات الاساسية هنا عندي عملية مهمة جدا هي اللي من خلالها اقدر ارسم اي مضلع منتظم اسمها ايه قال للطريقة العامة لرسم اي مضلع منتظم الطريقة دي مستمرة معايا في كل السنين لان لما اجرسم حاجة مثلا خمستاشر ضلعة انا ما درستاش في السنة اولى لكن درست القعدة الاساسية اللي من خلالها اقدر ارسم اي مضلع منتظم اللي هي من خلالها عرضتلك بعض الرسومات رسمتلك اوارتك المسلس وارتك المربع وارتك زي ترسم مخمس اوارتلك الرسمة بتاعته وكذلك المسدس والمسبع غير اللي انت شرحتها للمسدس او غير اللي انا شرحتها للمسدس اسمها الطريقة العامة لرسم اي مضلع منتظم تعال بص كده معايا قال لي هنا الطريقة دي سواء الدلع مشترك معايا او الدلع رسمت بس متمن مسبع اي شكل من المضلعات هيطلع عندي في النهاية شكل المضلعات المنتظمة اللي موجودة عندي بالشكل اللي قدامي طب تعالوا نشوف كده الخطوات اللي من خلالها ارسم اي مضلع منتظم قال لي رقم واحد خدت قطعة مستقيمة خفيفة اهي طب جميل رقم اتنين قال لي ده من اول النقطة اللي انا بشاور عليها دي لحد النقطة اللي انا اقمت منها العمود طبعا انا مش قولك طريقة اقمت العمود ممكن تستخدم المسترح حرف تي والمسلس ده طول الدلع المعلوم اللي هو قال لي رسم لي دلع خمسة سنتي عشرة سنتي باي مقاس اقمت العمود في المكان ده وبعدين نصفت القطعة المستقيمة من اول ما انا بشاور كده لحد النقطة دي عملت لها عملية تنصيف وخدت خط طويل بيمثل التنصيف ملاحظ حاجة الخطوط اللي انا رسمها خطوط خفيفة مستمرة يعني لأ انا مستمعك يعني خط مساعد برافو عليك يبقى انا عملت خط مستقيم طويل وبعدين بالطول الاصل اللي موجود عندي في نهايته اقمت عمود عملت عملية تنصيف للطول الدلع اللي موجود عندي ده طيب بعد كده هتعمل ايه قال لي تعالى وصل من هنا لحد طول الدلع طيب خدتوا ازاي قال لي بالبرجل قس المسافة دي وعلمت هنا قمت موصل طول الدلع اللي موجود عندي ممكن اركز بالبرجل هنا وافتح فتحة بتسوي المسافة دي والف بالبرجل كده فيجيب لي النقطة دي برضو ما فيش اي مشكلة بالنسبة لي جميل قال لي شايف النقطة اللي انا بشاور عليها دي تعالى بقى عند النقطة دي وافتح البرجل فتحة بتسوي المسافة دي يبقى ركزت هنا فتحة بتسوي النقطة دي وعمل ممكن تعمل دايرة كاملة او تعمل قوس مجرد حتة قوس صغير اللي هو اللي انا بشاور عليه من اول هنا لحد هنا جميل طيب بعد كده هتعمل ايه قال لي هنا هقدر ارسم المربع جميل بطول الدلع المعلوم استطول الدلع لحد الدايرة اللي انا عملتها استطول الدلع ركزت هنا خدت قوس خدت قوس من هنا رسمت المربع المنتظم ادي اول شكل من الاشكال قال لي شايف النقطة اللي انا جبتها دي قال لي انا نصطفت المسافة الواقعة ما بين النقطة دي اهي اللي بشاور عليها بالموس وما بين المسافة دي تنصيفا هندسيا قال لي النقطة اللي انا بشاور عليها بالموس دي دي مركز المربع اللي من خلالها ممكن ارسم دايرة لحد هنا وارسم مربع منتظم طيب جميل قال لي لو ركزت على السهم اللي انا بشاور عليه قال لي لو ركزت هنا على السهم ده لحد النقطة دي ورسمت دايرة ادي دايرة اللي انا رسمتها ايه الدايرة دي هترسم لي مخمس منتظم لو خدت طول الضلع ده وقررته هنا كده هيرسم لي مخمس منتظم اهو يبقى انا ركست كده في النقطة ديت في النقطة رقم 5 اللي انا مشاور عليها بفتحة برجل تساوي المسافة دي او المسافة دي واحد ورسمت دايرة مساعدة صفرة ديت خدت طول الضلع المعلوم قطعت النحية دي وبعدها ركست هنا قطعت النحية دي وصلت بنقطة الاقامة العمود اللي موجودة رسمت مخمس منتظم جميل طيب لو عايز ارسم مسدس بص السهم شاوريلي على فين قال للنقطة دي نقطة مركز المسدس المنتظم يعني لو ركزت هنا بفتحة بتسوي المسافة دي ورسمت دايرة هترسم لي مسدس منتظم اهي يبقى انا ركزت هنا بفتحة بتسوي المسافة دي قمت رسم الدايرة اللي قدامك دي جميل بطول الضلع المعلوم وفتحة البرج اللي انا اشتغلتها اركز هنا قطع الناحية دي واركز هنا قطع الناحية دي وصل هيرسم لي مسدس منتظم اه دي شكل المسدس المنتظم اه دي ضلع اتنين تلاتة اربعة خمسة اه دي ست اضلع طبعا شرحناها بالتفصيل بخطوات العمل بتاعها في الترمي الاولاني فاحنا بنقول لك ان خطوات رسم الطريقة العامة لرسم اي مضلع منتظم مهمة جدا ولازم تعرفها هنا بقى هبدأ اخش معاك على طريقة الاسقاط الهندسي يعني لازم تكون عارف كويس ازاي ترسم المسقط الرأسي والمسقط الجانبي والمسقط الافخي لان التلات مصاق الدولة لما يجوا جنب بعضي يوضحولي شكل المنتج لو انا بسط العلب الكارتوني اللي قدامي دي دي عبارة عن شكل هندس اسمه ايه قال لي اسمه متوازي مستطيلات جميل جدا لو انا بسط لمتوازي المستطيلات ده زي ما انت شايف كده قدامك كده تماما ايه اللي انت شايفه قال لانا شايف مستطيل طوله بالمقاس ده اه طوله بالمقاس ده وعرضه الحتة اللي انت شايفها في المكان اللي قدامك ده جميل طيب أنا عايز أبص عليه في المسقط ده كده الرأسي أنا عايز أبص عليه في المسقط الجانبي أنا عايز أبص من ناحية دي فالمسقط الجانبي هيبان منين؟ قال لي هيبان في المكان ده شايف الوجه اللي قدامك ده؟ ده وجه مستغطيل صغير بان عندي بأبعاده اللي واضحة قدامي تماماً أهي تمام كده يا جماعة؟ يبقى أنا كده عرفت المسقط الرأسي هو الوجه ده؟ المسقط الجانبي هو ده طب إيه الأفقي؟ قال لي الأفق أنا طلعت في شباك بتاع البلكونة دي القاعدة بتاعة المنتج اللي قدامي دي بابعدها يبقى انا عرفت دلوقتي المسكة الرقصي اللي اصاد رقصي تماما المسكة الجانبية اللي ببص على المنتج في الجنب المسكة الافق اللي ببص على المنتج فين اللي في المستوى العالي يعني وقف في المكان عالي وببص عليه طب ايه فايدة اللي انت بتقوله ده يا مستر قال انت دلوقتي واقف في الشارع مثلا وقدامك اوتوبيس انت واقف قدام الاوتوبيس مباشرة الاوتوبيس ده واقف فانت بسط عليه قدامك على طول ده مسكة رأسي جميل جت قمت باصص من جنب الاوتوبيس ما طلعش اوتوبيس ده طلع اوتوبيس ووراء اوتوبيس تاني راكن ووراء عربية صغيرة عرفتهم ازاي لما بسط على المسكة الجانبي عرفت ان في صف من العربيات او صف من الاوتوبيسات راكن ووراء بعض طيب لما بسط من فوق انا شفت كل اوتوبيس متركب فيه شبكة او متركب فيه انا بقى قربتلك المثال ده لمنتج معدني انت لازم تعرفهم الرسومات اللي موجودة قدامي او الشكل اللي موجود قدامي ده طلب رسمها باديها ده كان بدايته الخط المستقيم المستمر وكان بدايته طريقة رسم اي مربع منتظم قدر يعمل رسومات ويلونها ويظهرها بعد ما مشي بخطوات الرسم بالتدريج طيب تيجو نشوف الاسقاط الفني او الاسقاط الهندسي يبقى انا كده دخلت على الرسم الفني هنشوف عمليات الاسقاط المختلفة تعال بصر كده معايا بيقول لي ارسم المساقط التلاتة والافراد لمكعب طول ضلعه خمسة سنتي المكعب ده قال لي المكعب ده عبارة عن شكل هندسي عارف الظهر بتاع الطاولة عارف الصندوق البوكس المربع قال لي اه عبارة عن ضلع وضلع تاني وضلع فوق وضلع تحت جميل ست اوجه كل وجه من دولة كل وجه من الاوجه اللي موجود عندي ده واجه الناحية دي واجه الناحية دي واجه فوق واجه تحت كل وجه من الاوجه دولة بيعبر عن شكل مربع يعني مربع قصاد مربع فوق مربع وتحت مربع يعني كل مربع بيوازي المربع اللي قدامه ويساويه في الطول وفي الابعاد ده احنا بنسميه في الرسم المكعب يبقى المكعب زي ما انا هشوفه كده قدامي اه دي شكل المكعب بالشكل اللي قدامي أنا بغير لك الألوان عشان لما أجب صحر رأسي أنا ممكن أبص عرأسي من هنا أو ممكن أحدد لك الرأسي في الوجه اللي لونه أحمر ده أو لونه أحمر فاتح أو روز حسب الدرجة اللي ب volleyball قدامك أو أبص على الأفق من هنا وأبص على الجانب من نحياتي أو الرأسي من هنا والجانب حسب ما بحدد لك كده كده المكعب في أي اتجاه هبص عليها هيبان عندي إيه؟ هيبان عندي مربع يبقى لو هتكلم عن خصائص المكعب هقول إن المكعب عبارة عن إيه قال لي كل مربع بيوازي مربع جميع أضلاع ومتساوية جميع زوايا إيه قائمة 90 درجة طب تعالوا نشوف كده المساقطة الثلاثة قادي شكل المكعب اللي أنا عايز أرسمه المساقطة الثلاثة عشان أرسم المساقطة الثلاثة أول حاجة برسم خط المحور الأفقي خط سوى التقيل مستمر تاني حاجة هرسم الخط الرأسي قادي الخط الرأسي اللي قدامي جميل طيب و بعد كده قال لي أبعده كام هو قال لي 4 في 4 5 في 5 10 أيا كان باخد زاوية الإنعكاس الأول اللي هسقط عليها المساقطة الجانبي وبعدين قال لي تعالى خد خط مساعد يبعد عن المستوى أو خط الأرض مسافة ممكن أحددها لك وممكن أسيبك خر أن أنت ترسمها في أي مكان طول الضلع المعلوم بتاعك قد إيه قال لي طول الضلع المعلوم ده قد المسافة اللي قدامي هي خط البعد بتاعي طول الضلع مساعد من هنا لهنا 4 سنت قمت واخد المسافة من أول هنا لحد هنا بالمسطر 4 سنت وخدت خط بالمسطر حرف T يبعد 4 سنت يبقى الخط ده يبعد عن الخط ده تولد بالعلم علو جميل وبعدين قال لي رسمت بطريقة رسم مربع منتظم رسمت مربع منتظم في المكان اللي أنا حددته ده بعدت عن المسقط ده أو المحور الرأسي مسافة يبقى أنا كده رسمت المسقط الأفقي طيب تجي نرسم المسقط الرأسي قال لي آه المسقط الرأسي عشان نرسمه عبارة عن إسقاط للخطوط اللي موجودة عندي دي أو أسقط الخط ده بالمسلس القائم وبعدين همد الخط ده كمان بالمسلس القائم لحد نهاية إيه؟ نهاية اللوحة خط خفيف مساعد جميل طب هتعمل إيه تاني؟ قال لي تعالى خد بقى خط الأرض أو خط بداية الرسم لو حدد لك الارتفاع من هنا إلى هنا واحد سنتي ماشي سبك حر ترسمه فبترسمه في أي مكان خط خفيف مساعد جميل الارتفاع من أول هنا يا جماعة اللي أنا بشاور عليه لحد فوق قال لي أربعة سنتي برد قمت واخد الارتفاع بتاعي أربعة سنتي أهو كده ترسم المسقط الرأسي تماماً اللي هو الوجه اللي قدامي ده ترسم مربع كامل تمام طيب أقول لك على سر المسقط الجانبي عبارة عن طلاق الخطوط اللي جاي من المسقط الرأسي الخط ده والخط ده زي أدي الخطوط اللي جاي من المسقط إيه؟ الأفقي طب تعالوا نسقطها كده قال لي حبرت ده بيّنته تعال نسقطها آدي أسقطت الخط الأولاني ودي الخط الثاني هسقطه طلع للمربع بتاع المسقط الثاني تقلته أو حبرته هو زي ما أنت شايف شكله يبقى أنا كده رسمت المساقط الثلاثة آدي المسقط الأفقي حاولت أقرب اللون اللي كان موجود عندي هنا جميل ودي المسقط الرأسي في مكانه برضو أنا كنت بص من هنا فحاولت أخليك تتخيل إن الرأسي هو وصلت لدرجة لون قريبة أو لونت لون مشابه لللون اللي كان بتاع الوجه اللي قدامي التلوين أساسي يا مستر لأ أنا بوضح لك بس عشان تبقى فاهم طيب آدي المسقط الجانبي لما بصت في الجنب هنا عبارة عن مربع برضو يبقى المكعب عبارة عن شكل هندسي جميع اتجاهاته في الرأسي أو في الأفقي أو في الجانبي كلهم ملهم كلهم عبارة عن مربع منتظم جميل تعالوا نشوف هنا هرسم إيه قال لي أنا عايزك تعرف إفراد المكعب بيتعمل إزاي عشان أعمل إفراد المكعب تعال كده بقى بص معي أنا كده عملت إفراد للمكعب الهندسي اللي موجود عندي المكعب ده أدي شكل أهو زي حرف تي عملته إزاي إنت يا مستر قال لي عملته عن طريق الرسم ده ممكن يكون شريحة معدنية الشريحة دي أنا رسمت طول الضلع بتاعي أهو تمام؟ وقررت طول الضلع ده أدي مرة اتنين تلاتة أربعة خمسة ست مرات أربعة أضلاع واحد اتنين تلاتة أربعة وسقف وسقف لو تلاحظ حاجة أنا عندي خط تاني في المكان ده أهو تمام؟ ودي خط التاني اللي في المكان التاني أهو يبقى أنا تانيت كده بضلع التاني جميل عندي خطوط تاني ممكن تكون مش واضحة أهي بس أنا بينها لك على الشاشة عندي خط التاني بتني أهو أنا بنفذ العمليات الصناعية اللي أنا عملتها عملت البوكس بتاعي أو الصندوق بتاعي أهو قادي شكل المكعب اللي ممكن ألحمه بمنتهى السهولة وابدأ أنفذه على منتج المنتج ده يكون من النحاس من الفضة من الدهب بحجم صغير بحجم كبير حسن ما أنا محتاجه يبقى عملت الإفراض وقدرت من خلاله أشكل طب تعالوا نشوف الخطوات قال لي أول خطوة عملتها خدت الارتفاع بتاعي طول الضلع المعلوم وخدت خط أفقي بالشكل اللي انت شايفه وبعدين خدت خط أفقي تاني بالشكل ده وبعدين طيب هتعمل إيه قال لي طول الضلع المعلومة أربعة سنتي ولا خمسة ده قرروا أهو قررتوا لهو أربعة أربعة فأربعة بستاشر جميل ورسمت هنا طول الضلع بتاعي أهو يبقى أنا عندي ضلعه وضلعه 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 تاني تمام السملي ده ضلعين أهو قفلت فوق وقفلت تحت جميل ودي هنا ودي هنا قدي ضلع اتنين تلاتة أربعة والسقف والسقف التاني ممكن أما جنفس في الورش أعمل سقف واحد يا مستر أنت رسمت كله بدرجة لون واحدة أيوة من رسمت بخط مساعد الأول طب تعالوا كده نشوف كده لما أرسمه وظلله أهو آدي القعدة الأولانية اللي هو السقف اللي كان متلون عندي ودي السقف التاني أو الغطة التاني اللي كان موجود عندي ودي وجه الوجه الأحمر ودي الوجه التاني اللي أصده تماما ودي الوجه التالت طيب تجي نحبر الرسمة تعالوا نحبر الرسمة أهي تقلت الخط زي ما أنا شايف ودي الخط التاني عملت له تتقيل بالشكل ده ودي هنا برضو نفس الكلام الخط الأخير ودي بروست الرسمة هنا جميل وتحته خط تقيل مساعد حقيقي مش مساعد ودي هنا خط شرطة ونقطتين لاحظت أن عملت ايه؟ ده خط تاني فحولته إلى خط شرطة ونقطتين جميل هنا نفس الكلام هنا نفس الكلام شرطة ونقطتين هنا نفس الكلام شرطة ونقطتين الخط الخارجي ده خط حقيقي يبقى انا قدر اقول لك على سر حبر الرسمة كلها من بره بره كلها حقيقية وتعالى في الداخل اعمل لي كل دول خط تاني اللي هو عبارة عن ايه شرطة ونقطتين جميل جدا يبقى انا كده عرفت ازاي اعرف ارسم المكعب او افراد المكعب هنا انا رسمه لك على برنامج الاوتوكاد وموضح لك لون الخط كويس جدا وخطوط التاني وورته لك كمنتج هندسي او منفذ لما قصيته على شريحة معدنية وعرفت مواصفاتها وشكلها بالزبط هتكون عاملة ازاي يبقى انا عرفت دلوقتي المكعب من الاشكال هندسية المتقررة عندي اللي من خلالها اقدر ارسمها وارسم افرادها كويس جدا تاني شكل من الاشكال المهمة متوازي المستطيلات متوازي المستطيلات ده العلبة الكارتوني اللي انا وردتها لك في الاول برضو موضح حولك انا ممكن اطلب منك المتوازي ده المسقط الرأسي هو اللحمر ده يعني الجنب الرفاية عايبقى الرأسي وممكن اطلب الرأسي يبقى ده وممكن اخلي العلبة نيمة على جنبها زي ما هي محطوطة على المكتب اللي قدامي طيب لو رسمتلك المنظور بالشكل اللي قدامك ده وعايز منك المسقط الرأسي في الاتجاه اللي انا بشاور عليه في الوجه اللاصفر ده هتعمل ايه قال تعالى كده شوف معايا اهد الشكل المنظوري اللي انا هاخد منه المساقط التلاتة ها اول خطوة هعملها قال لي تعالى ارسم خط المحور الافق طيب جميل اتنين ارسم المحور الرأسي ده بعملها في اي عملية اسقاط وبعدين ارسم لي خط الانعكاس ده على زاوية كام قال لي على زاوية 45 باستخدام المسلس 45 طيب هتعمل ايه بعد كده قال لي تعالى على بعد مناسب يا اما انا بحدده لك يا اما انت بترسم بمزاجك خد خط مساعد خفيفة هو زي ما انا رسمته وبعدين قال لي تعالى شوف البعد ده قد ايه يعني القعدة دي من هنا لحد هنا انا محددها لك في الموامل صفات اتنين سنتي فبعدت من اول هنا لحد هنا اتنين سنتي وخدتها لحد خط الانعكاس الخط واللي بعد كده قال لي تعالى خد البعد من هنا لحد هنا يا مستظ apparently انا ممكن اخد الرأسي الاول عادي خدت البعد الرأسي بتاعي اللي هو يبعد عن افخ كام ورسمت الخط زي ما انا شايف كده وشفت الارتفاع من اول هنا لحد هنا طبعا هو بيحدده لي وخدت الارتفاع زي ما انت شايف على لوحة الرأس جميل قال لي اول الضلع بتاعي في المكان ده اسقطه بالشكل ده من هنا لحد هنا قال لي مثلا 5 سنتي 4 سنتي قمت واخد المسافة من هنا لحد هنا 4 سنتي قمت اسقطها لحد المسقط الرأسي لاحظت حاجة ان الافق لما رسمته بابعاده مثلا دي 4 ودي 2 واسقطت الخطوط بالخطوط المساعدة وخدت خط الارض او خط بداية الرأس والارتفاع تلع للمسقط الرأسي على طول نتيجة اسقطي للمسقط الافقي في مكانه طلع معايا المسقط يعني كل مسقط بيكمل المسقط التاني طب تعالوا كده نحبر ونشوف الدنيا عاملة ازاي لا قال لي استنى نتنرسم بطريقة تانية تعال نرسم الجانبي امتواخد الخط اللي طالع من المسقط الافقي ده وطلعت بيه على زاوية الانعكاس رسمت الشكل اللي قدامي اهو تاني اهو بالشكل ده رسمته في مكانه وبعدين امتواخد الخط ده ورسمته في مكانه طلع لو انا رسم ابعادي بتاعت الافقي مظبوطة وعند الارتفاع طلع المسقط الجانبي للمستطيل الرفية او الصغير بالشكل اللي انا شايفه اوضح حلق اكتر اهي اهي ادي السقف اللي كان موجود عندي ظهره اهي ادي السقف انا بص عليه في المسقط الافقي عبارة عن مستطيل ابعاده زي ما هو قال لي مثلا اتنين في خمسة اتنين في تلاتة رسمتها بالشكل ده طب جميل طيب المسقط الرأسي ادي المسقط الرأسي اللي قدامي لو انتهولك وحبرتهولك عشان يبقى عندي الخطوط الاولانية دي كلها خفيفة وده الخط التقيل اللي انا كنت عايز اشوفه يبقى ده المسقط الرأسي الوجه اللي قدامي ده في المنزور طب المسقط الجانبي ادي اللون الاحمر اللي كان موجود يبقى انا لو بصت على المنزور اللي قدامي ده الافقي اهو الازرق ظهر عندي في المكان ده اللون الاصفر المسقط الرأسي هو ظهر في مكانه لما بصيت على الرأسي لما بصيت من الجنب ظهر المسقط ايه التاني او المسقط الجانبي باللون الاحمر الواضح قدامي زي ما احنا شايفين طب تعالوا نشوف كده ازاي اعمل الافراد قال للافراد عبارة عن وجهين كبار وجهين صغيرين ادي وجه صغير طب فين التاني ادي الوجه الصغير التاني طب وبعدين قال لي قاعدة هنا وقاعدة هنا يبقى مجرد لما بعمل متوازن مستطيلات بيطلع عندي قاعدة واحدة او قاعدتين حسب ما انا محتاج يبقى ازا لو انا تانيت الحرف ده وتانيت الحرف ده وتانيت الاضلع الداخلية هعمل متوازي المستطيلات او العلبة الكارتون زي اللي معايا او على المعدن انفذ متوازي المستطيلات طيب تعالوا نتقل الرسمة ايه دي الرسمة بتقلها هي من تحت ايه دي الرسمة هي بعملها عملية التحبير من بره بره لو تلاحظ انا بحبر الشكل الخارجي ده كده كله بتحبر من بره بره بخط تقيل جميل حبرت الرسمة كلها هي كل خطوة او كل تكة بعملها بتبين لي الرسمة اهي الخط الخارجي كله بدأ تلون الخط الداخلي بخط شرطة ونقطتين ليه يا مستر لان ده خط ايه خط تاني جميل برضو نفس الكلام فوق اهي ادي خط التاني شرطة ونقطتين جميل والداخلي واللي بعديه والداخلي التاني كده خلصت كل خطوط التاني اللي موجودة عندي فرسمت الافراد جاهز افراد ايه قال لي متوازن المستطلات انا عايزك تبقى عارف اسامي الاشكال الهندسية ما ينفعش تطلق مطمئ بين شكل هندسي والتاني هذه رسم الاتوكاذ الاutingاتر او الرسمة على الجهاز لما رسمت انا على الجهاز ابعاد المتوازي المستطلات اللي موجود عندي وعرفت ابعاده هتكون عاملة ازاي يبقى متوازن المستطلات اللي موجود عندي ده ابعاده بالشكل اللي موجودة او ابعاد تاني او مسات تانية رسمتوا هنا رسم هندسي دقيق باستخدام برنامج الاوتوكيد ايه دي لو انا هنفذ منتج معدني هعمل في تفرغات او هعمل في فتحات وهاكسد او هلون الاشكال دي ونفذ العلبة دي كلها وخليها علبة من المعدن حلو اوي طيب قال لي ارسم المساقط التلاتة للقرة القرة سهلة جدا سريعا هقولك عليها قال لي القرة عبارة عن ايه قال لي عبارة عن تلات دواير في المسقط الرأسي دايرة في المسقط الافق دايرة ادي الافق رسمته الاول اسقطت نهايته واده المسقط الجانبي بتاعي من السنتر او من المركز رسمت القرة التلتة ادي القرة التلتة عبارة عن تلات دواير يبقى هنا قرة المسقط الجانبي يعني القرة في جميع المساقط بتبان عبارة عن ايه قال لي بتبان عبارة عن دواير هنا بقى بيتكلم على المنشور السوداسي اخر حاجة هقولك عليها او هتكلم عنها هي المنشور السوداسي المنشور السوداسي الاشكال المتكررة او الاشكال الكتيرة اللي بستخدمها معايا في الرسم الفني عشان ارسم المنشور السوداسي هرسم مسدس بطريقة رسم مسدس منتظم بمعلومية طول دلعو ادي رسمته في الافق في اي مكان وخط الخط بداية الارتفاع خط النهاية بتاعت الارتفاع بتاعي هيكون فين هبدأ اسقط الاضلع دي اه دي البعد الاولاني وادي البعد التاني عشان اجيب المسقط الجانبي جميل جدا جبت خط المحور هطلع بي اهو ادي اسقط الاولاني وادي اسقط للنهاية التانية وادي اسقط للدلع اللي في المنتصف والدلع اللي بعده جميل جدا ادي شكل الافراد شكل المسقط سوري شكل المسقط الرأسي بالشكل الواضح قدامي ده جميل طيب ادي المسقط الجانبي من خط النص اسقطه هسقط الدلع ده وهسقط الدلع ده ادي اسقط للدلع الاولاني ادي اسقط للدلع التاني زي ما انا شايف كده عملت الشكل تعالوا نلونه عشان نشوفه اهو ها دي المسقط الرأسي اللي قدامي اهو انا بص من هنا فشايف وجه اتنين تلاتة ادي وجه صغير لانه مايل على المستوى فيبين بطول غير الحقيقي ودي وجه تاني ودي الوجه اللي في المنتصف انا لو انتهو عشان تشوفو تعرفو يبقى كده للمسقط الرأسي انا شايف وجه حقيق طول وحقيق وجهين باشكال مختلفة تمام المسقط الجانبي بيبص ابص علي من هنا كده الا ان المسقط الجانبي بيبين وجه انا بشاوgle على منظوره وجه تاني ادي وجه ودي الوجه التاني للمسقط الجانبي دي بقى انا كده عرفت كويس جدا المساقط التلاتة للمنشور السوداسي ادي شكل المنشور السوداسي اخر حاجة سريعا خالص ادي الافراد افكرك به سريعا في الشكل بالمنظر اللي قدامي رسمت كل ضلع قررت الاضلاع عندي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ادي الضلع السادس هرسم هنا الغطى او العلبة بتاعتي غطاها مسدسة وتحت نفس الحكاية الغطى مسدس يبقى انا كده عرفت الاشكال الهندسية الاساسية اتكلمت النهاردة عن طريقة رسم ازاي انصف زاوية قيمة ازاي انصف زاوية حدة ازاي اعمل عملية تأسيم الزاوية الى تلات اقسام اتكلمت عن بعض العمليات البسيطة بصورة سريعة الى حد المام اتكلمت عن بعض العمليات الهندسية الاساسية واتكلمت كمان عن الرسم الفني وعرفت اساسيات الرسم الفني اللي هتستمر معايا ان شاء الله في الترم التاني ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا وكانت حلقة مفيدة بالنسبة للطلبة كان معكم مستر احمد عبدالعزيز معلم خبير تشكيل المعادن بوزارة التربية والتعليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته